اشتركوا في القناة ويلقيها على مسامعنا السيد عمران أحمد خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمتين من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليذا القلب لنفضوا من حولك فاحفعوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يقرأ الترجمة السيد إبراهيم إخلف بسم الله الرحمن الرحيم كانوا عرض ثم نوه شكرا لهم القلب وانا ان الان المنشد في القرارة ولسيطر انتظر أن تكون مأتما في الله شكري الله يبقى من هل تكون مأتما فيه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة سلام عليكم لقد اجتمعنا هنا اليوم لمجلس الشورى الذي يقام كل عام الكثير منكم الجالسين امامي من الذين شاركوا في اعمال مجلس الشورى من قبل وهناك عدد من الاشياء الهامة التي اود ان اقولها لكم والتي يعلمها بعضكم مسبقا النقطة الاولى على كل مندوب للشورى ان يتذكر ان عضويته في مجلس الشورى هي لمدة سنة كاملة كما اوضحت في عدة مناسبات في خطبي وهكذا حتى بعد انتهاء الشورى لا تنتهي مسؤوليتك كعضو في مجلس الشورى وكما تعلمون انه في مجلس الشورى يتم تقديم جدول الاعمال وعلى هذا الاساس يقدم الاعضاء الحاضرون اراءهم بعد المداولة وترسل التوصيات والاراء لخليفة المسيح للموافقة عليها واعطاء التوجيهات تذكروا ان خليفة المسيح ليس ملزما بقبول توصياتكم وبعد ان تحصل على موافقة وتوجيهات خليفة المسيح اول واجب يقع على عاتق الادارة المركزية وخاصة الامير ومكتب الامين العام هو ارسال هذه الموافقات والمبادئ التوجيهية لجميع الجماعات المحلية للعمل بموجبها ولكن هذا لا يقع على عاتق المسؤولين في مكاتب الجماعة فقط بل على كل عضو في مجلس الشورى ان يعيى ذلك تماما ويعمل على تنفيذ هذه التوصيات كمسؤوليته حتى لو كان عضو مجلس الشورى ليس مسؤولا على قسم يجب ان تعطى له نسخة من القرار النهائي لخليفة المسيح على الامور التي سيتم تنفيذها على مستوى الجماعة المحلية بحيث يعرفون ما اذا كانت التوصيات التي قدمها مجلس الشورى قد تمت الموافقة عليها من قبل خليفة المسيح كما قدمت او ما اذا وافق خليفة المسيح على التوصيات مع التعديلات وتعاد الى امير الجماعة للتنفيذ او اذا كان الخليفة قد اعطى بعض التوجيهات الاضافية على الرغم من ان مندوب الشورى غير المسؤول عن مكتب من مكاتب الجباعة لا يمكن ان يلعب دورا فاعلا في التنفيذ حيث لا يتمتع بأي سلطة الا ان عليه ان يراقب باستمرار ما اذا كان يتم تنفيذها على النحو المناسب تماما كما تمت الموافقة عليها من ادنى المستويات حتى اعلاها اذا كانت تنفيذ غير مرض ولا يتم الوفاء بالاهداف المتوقعة بشكل صحيح فمن واجبي كل عضو من اعضاء مجلس الشورى ابلاغ الامير بملاحظاته في ان هذا العمل لم يتم تنفيذه وفقا لقرار خليفة المسيح واذا مضى شهراني او ثلاثة واستمر عدم التنفيذ فان واجب كل عضو من اعضاء مجلس الشورى عندها ان يرفع هذه المسألة الى خليفة المسيح اعتماد هذه الطريقة سوف يضمن تنفيذ القرارات بطريقة جيدة وفعالة وإلا فسوف ينظر الى مؤسسة الشورى وبالطبع الى مؤسسة الخلافة على انها مجرد اضحوكة ومحط سخرية وسوف يظن الناس اننا جئنا الى هنا من اجل المشاركة فقط ولعقد يومين من المناقشات العقيمة واهدار وقت الجماعة ومالها ووقت خليفة المسيح ثم العودة الى البيوت وهكذا يجب على كل عضو في مجلس الشورى ان يضع في اعتباره ان من مسؤوليته ضمان تنفيذ قرارات مجلس الشورى في جماعته ثانيا وهي النقطة الاهم وقد يكون غالبية اعضاء الشورى على معرفة بذلك ولكن غالبا ما ينسونا ان الشورى كلمة عربية تعني المشورة المتبادلة او تعني الموعظة الحسنة ولكن لأي غرض تتم الشورى من الواضح انكم تقدمون هذه المشورة لخليفة المسيح ولكن كما قلت من الواضح ايضا انه ليس الزاميا ان يقبل بهذه الاقتراحات والامر متروك لخليفة المسيح الذي سيتلقى الاقتراحات اما ليقبلها بنفس الصيغة تماما كما ارسلت له او يجري تعديلات عليها او يرفض الاقتراحات برمتها ويغير الاقتراحات الاصلية تماما سوف يتخذ خليفة المسيح القرار الانسبة بناء على ما يراه الافضل لمسار للعمل تذكروا ان الامر في الاسلام انه في حين تعطى المشورة لخليفة المسيح فهذا للتشاور فقط لذلك فوجود غالبية الاصوات لا يشكل قرارا في حد ذاته هذه هي الحقيقة التي يجب ان تبقى دائما في الاعتبار المشورة تعني فقط ابلاغ خليفة المسيح باقتراحكم وآرائكم وبالتالي يستطيع اتخاذ الرأي واضعا في اعتباره جميع الآرائي ثم يتخذ القرار الاقوى وفقا لذلك عموما فان بيان حضرة عمر رضي الله عنه يحدد انه لا يمكن للخلافة ان تعمل بدون تشاور ولكن الى جانب هذا يجب ان نتذكر انه لم يكتب في اي مكان ان جميع المقتراحات يجب ان تقبل فلخليفة المسيح السلطة لرفض اي توصية اذا رأى انها ليس في مصلحة الجماعة وعندما امر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى ان يأخذ المشورة قيل له اضافة الى ذلك فاذا عزمت فتوكل على الله لقد امر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هنا من قبل الله تعالى انه بعد اخذ المشورة من اي شخص اعقد العزم على تنفيذ الاقتراح الذي قدم لك او ارفضه متخذا رأيك الخاص ومن ثم نفذ قرارك في كلتا الحالتين لا تقلق فيكفي ان تضع ثقتك في الله ان هذا المثال المبارك للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمبدأ التوجيهي الذي اعطي له ينطبق ايضا على الخلفاء وعليهم اعتماده وهكذا تذكروا دائما ان على اعضاء الشورى اللا يخلقوا من حقيقة ان الغالبية العظمى اعطت توصية لكنها لم تقبل بل ان واجب كل عضو من اعضاء مجلس الشورى تقديم توصياتهم بصدق وثقة وهذا هو بالضبط ما امر به الله تعالى اي ان تؤدي الامانة بنزاهة قصوى ولذا فمن واجبكم تقديم اقتراحاتكم بقلب نقي تماما وبصدق مطلق كما تعلمون سيقدم برنامج مجلس الشورى وسيتم تشكيل لجان فرعية لاجراء مناقشات مفصلة ولكن ايضا تذكروا انه اذا كان اي عضو يرغب في تعديل صياغة جدول الاعمال الاصلي لانه يشعر انه من خلال هذا التعديل سيتم تحقيق الاغراض والمتطلبات بصورة افضل فيمكنه اقتراح التعديلات وتقديمها في مجلس الشورى بعد ان يقدم تقرير اللجنة الفرعية امام مجلس الشورى للمناقشة المفتوحة وتذكروا ايضا ان صيغة تعديل جدول الاعمال ستعرض ويتم التصويت عليها بداية من خلال الشورى ثم تتم مناقشة الصيغة الاصلية لجدول الاعمال والتصويت عليها بعد ذلك وعلى الرغم من ان لكل عضو الحق في الكلام في المناقشة المفتوحة لا ينبغي ان تقوموا بذلك ببساطة من اجل اخذ حقكم بل يجب على كل عضو في الشورى ان يفكر مليا فيما اذا كان ذلك ضروريا ثم يدلي بدلوه وحتى عندما تعطوا رأيكم يجب ان تصوغوه بطريقة شاملة تأخذ الحد الادنى من الوقت وهذا سيوفر الوقت على الشورى كما نعلم هذا العام ادرجت الانتخابات في اجندة الشورى ففي الجماعة تعقد الانتخابات مرة كل ثلاث سنوات وفي هذا ايضا يجب ان تعطوا الاهتمام الواجب لهذا الحق من خلال الوفاء باماناتكم وعلاوة على ذلك كان من عاداتكم هنا في مجلس الشورى انه في اطار المناقشات بشأن الميزانية لم يتم اعتبار جميع الادارات بشكل صحيح وقد بدأ الاهتمام الان بذلك في السنة او السنتين الاخيرتين ومع ذلك عندما تتم مناقشة الميزانية لكل قسم يجب النظر دائما الى اهمية كل قسم يتحمل قسم التبليغ المسؤولية الاساسية وينبغي التخطيط لميزانية قسم التبليغ بدقة وشمولية بحيث يتم اعداد ميزانية تستوفي جميع المتطلبات ذات الصلة لتحقيق هدف التبليغ وينبغي ان يتم التبليغ الى اقصى حد ممكن واوسع نطاق بحيث ينتشر الى جميع الناس واقول ايضا لجميع الامناء الجدد الذي يمكن ان يتم تعيينهم عليكم دراسة الدستور والقواعد والمسؤوليات للمكتب الذي ستتولون مسؤوليته ثم عليكم ان تحاولوا قصارى جهدكم لاداء حق ذلك المنصب ضمن هذه المبادئ التوجهية اذا تم استفاء حق هذا المنصب من خلال النظام فان القضايا التي كثيرا ما تنشأ بين المسؤولين حيث يحتج مكتب بان عملا ومسؤولية تتعلق بمنصبهم قد عينت الى قسم اخر سوف تتوقف ولن يكون هناك مشكلة المبادئ التوجيهية شاملة جدا وتشير بشكل واضح لسلطات كل من السكرتير العام وسكرتير التبليغ وسكرتير الامور الخارجية وسكرتير التربية وسكرتير المال وهلما جرى اذا تم تنفيذ كل شيء وفقا لهذه القواعد فليس هناك شك من انه لن ينشأ اي سوء فهم او تظلم حيث يشعر احد المسؤولين من ان سلطته اعطيت لصاحب مكتب اخر وهكذا وفي كل المستويات من المستوى المركزي الى المستوى المحلي على صاحب كل منصب ان يبقي هذا التوجيه في حسبانه وبالمثل عند انتخاب المسؤولين عليكم ان تنظروا الى الوقت والالتزام الذي يعطوه للجماعة والتزام باوامر الله بحيث يبقون ثابتين على التقوى ومخافة الله الامر الاساسي في هذا هو عبادة الله وان يكون منتظما في اداء صلاة الفريضة في جماعة وبالتالي يجب على جميع اعضاء مجلس الشورى ان يضعوا في اعتبارهم هذه النقاط ادعو الله عز وجل ان يمكنكم جميعا من اداء حق الشورى والوفاء بمسؤولياتكم كاعضاء وادعو الله ان يتمكن كافة الاعضاء من فهم اهمية هذه المسؤولية عند التعبير عن ارائهم سواء كان هذا التعبير من خلال الكلمات او من خلال التصويت وادعو الله عز وجل ان يمكنكم من اداء حق اعطاء التوصيات مع فهم وادراك حقيقي وادعوه تعالى ان تظلوا دائما ثابتين على التقوى ومخافة الله في اداء حقكم في التعبير عن ارائكم وادعوه عز وجل ان يبارك في اقتراحاتكم في هذه الشورى وادعو الله ان يمكن الجماعة من التنفيذ الدقيق لكل ما اوافق عليه موافقة نهائية من التوصيات التي قدمتموها لي وان يؤدي ذلك الى نتائج ممتازة ومثمرة بحيث تواصل الجماعة القفزة الى الامام في تقدم ونجاح امين الان انضموا الي بدعاء الصامت ترجمة نانسي قنقوة ترجمة نانسي قنقوة ترجمة نانسي قنقوة امين